كثف المنتخب العراقي للناشئين بكرة القدم تحضيراته استعداداً لبطولة غرب آسيا للناشئين التي ستقام في السعودية الشهر المقبل ويواصل المنتخب تدريباته اليومية على ملعب كربلاء الدولي ضمن معسكر تدريبي داخلي يستمر مدة أربعة أيام استعداداً للبطولة الحمد لله وشكراً لماسكا كان ناجح مبارتين تجربية الوضع كان جيد لعبين أدوما عليهم الالتزام كان في الفندق الالتزام بداخل الملعب الالتزام حتى من نطلع مثل الأسواق الروح المعلومة كانت جيدة عالية كانوا انضباط أهم شيء لتكون منضبط في الفندق لتكون أكيد منضبط في الملعب يعني بطولة عندنا غرب آسيا 5-12 في سعودية سلالة سلالة أعتقد يعني ينبو الطموح معسكر كربلاء أيضاً مكمل للمعسكر السابق يعني موارثة تجربية أنا أعتقد الوضع كان شوية يعني متأخر يعني التعرف بطولة قريبة ولازم مخاطبات وجيب ومشكلة السعصال فيها لكن معسكر كربل نحن مجرد نجمع اللاعبين بو كانوا واحد الانسجام ضروري التغذية ضرورية المنام مبكر ونوضمكها جداً مهمة باسم اللاعب نتمنى يكون قادم منتخب الناشئين يعني في هذا البطولة قد يمبراجه إن شاء الله حقيقة احنا يعني ارتعنا يعني نكون في كربلاء مقدسة مع عسكرنا لها خمسة أيام وبيها مبارتين مع شباب الكربلاء وشباب نادي النجم أكيد هي احنا كنا نبحث عن ملعب فعدما نكون ملعب وعدنا بطولة قريبة فردنا نكون اللاعبين تحت أنظرنا يعني أنظرنا في هالفترة هالخصوصاً لخمسة أيام ومع مبارتين ومع ملعب على ملعب رسمي فأعتقد الفائدة حتى تعم علينا ومهما يكون هي يعني في التجربة جيدة إنه قبل المباراة إن شاء الله قبل البطولة إن شاء الله شكراً جزيلاً حبيباً طبعاً بالتأكيد يعني كل المنتخب يبحث على الاستقرار من ناحية يعني المعسكرات خارج القطور تعرف وشوف أغلبية هذه الأعمار يعني ما مسافرة يعني إحنا جبناه وصارنا ثلاث سنوات صح طلعنا معسكر قبل سنتين بس اليوم يعني الحمد لله وشكر للتحاد حالياً وفروننا معسكر في دولة الأمارات عفو واستفادين من هذا المعسكر لأن تعرف أن تلعب مع المنتخب الأماراتي اللي هو من أفضل المعسكرات اللي قاعد يطلعون خارج القطر يعني هم غالبين البحرين وغالبين الكويت وجايين معسكر من اسبانيا وتلعب التوياء وتغلبها يعني تفوز عليها يعني بدارها يعني هذا بالتأكيد إحنا ماشينا بالصح المباراة الثانية فازوا علينا وحق مشروع إحنا استفادين من هذا المعسكر ملاعب جيدة اللاعب ينام صح يقع الصح فهذه الأمور يعني استفادين من عدها الحمد لله معسكر بالأمارات كان جيد جداً استفادين بغض النظر عن النتائج المباراة استفادين بين كلاعبين وككادر فني جاهزين تماماً البطولة للمقامة في السعودية غرباسية طموحنا تحقيق اللقب وليس بعيد علينا إن شاء الله